بحثت الحكومة المحلية لمدينة سامراء تعزيز الإجراءات الأمنية وعدم السماح لدخول الخلايا الإرهابية وبحسب أعضاء الحكومة المحلية فإن الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات الأمنية والاستخبارية وضع آلية جديدة لتغيير بطاقة المختار القديمة الخاصة بدخول الأحياء واعتماد البطاقة الجديدة وكيفية اختيارها المراد من هذا الموضوع هو أولا حتى نفوت الفرصة على الإرهابيين من عملية الدخول إلى سامراء وخروجهم منها حقيقة هو الباجئة أعتقد متبني المختارين في بادي الأمر لكن حتى ننطي حصانة أكثر وحتى ننطي قوة أمنية أكثر لخصوصية هذه المدينة أمنيا وسياسيا وأيضا دينيا كانت الرغبة أن تكون هناك بطاقات أمنية ضمن الأحياء للحفاظ على أمن المدينة بالتنسيق مع القوات الأمنية الموجودة في مدينة سامراء سواء العاملة ضمن قيادة عمليات سامراء أو ضمن قيادة عمليات سراء السلام من أجل أن تكون المعلومات الأمنية معلومات موحدة تفي بالغرض لتشخيص من يدخل إلى هذه المدينة لاحقا لكي يشخص من هو يأو الإرهاب أو هو كان سابقا حاذن الإرهاب أو حتى مواطني مدينة سامراء الأصليين المتواجدين في هذه المدينة